أنوشكا في طفولتها كنتي بتقولي نفسي أكون إيه وبقيتي إيه في البداية في المدرسة كانوا بيعتبروني إن أنا حطلع محامية ده على طول ليش ما أنا محامية عشان إحنا كنا ولاد وبنات في المدرسة فكنت طول الوقت لو حد من الولاد دايق صاحبة لي يعني مش عايزة أقولك حيحصلوا إيه لا بتحصل ولازلت المحامية بتشديني جدا جدا القوانين والقرارات نفسك تعملي الدور ده مش بس الدور إنك إزاي تدافع عن الحق إزاي بتدوري القوانين في صغرات إزاي بتنصري المظلوم أنا ما بحبش الظلم ما بحبش الظلم يعني مش هقولك الخيانة مش هقولك الكدب إنما الظلم إن الواحد يتظلم ده لا اتظلمتي قبل كده في التمثيل أو في الغنى في إحدى المجالات لا أنا في حياتنا عموما ما فيش حد ما بيتظلمش أكيد أكيد إنما دايما بعتبر إنه نصيبي حاخته إذا كان على الشغل لا ما بندمش أو نصيبي حاخته إنما ما بحبش لا ظلم حد ولا تظلم أصعب أغنية تعبتك كانت إيه من أغانيكي؟ إنك تطلعيها وتقدميها وتغنيها لا مش حقدر أقولك أصعب حاجة كانت إيه؟ إنما لما أنا النهاردة بتفرج على أول ألبوم عملته أو وإحنا بنشتغل في الستوديو علشان حفلة حفلة يوم 29 أغسطس ده كنا طبعا فتحين الستوديو وبنطلع الأغاني علشان نشوف هنغني إيه ونخزار إيه؟ وصرفت فلوس وكان فيه إخفاقات وكان فيه نجاحات فأنت في الآخر خالص بتقولي طب أنا تعلمت من أخطائي وحصلح في اللي جاي بس مبسوطة بست ألبومات آه إنتاجي عنهم أيوة طبعا لأن فيها أخطاء وفيها نجاحات عارفت زي؟ طب سؤال تاني أصعب أدوارك في الدراما الدور اللي تعبك وأرهاقك وزاكرتيه وكان صعب بذاكر كله بقى أنا عارف أنا عايت حد دايما بتسعى لأفضل شيء اللي جاي بيبقى دايما أصعب يا إنجي اللي جاي بيبقى أصعب وخصوصا كمان أن أنا دايما أتقال يعني جراند أوتال أخدت عليها 13 جايزة فأنا الدور ده قدم أنا مبسوطة قدم لما زاملاتي يكلموني لما أخد جوائز من أسدزة من نقاد فده بيبقى حلو بس في نفس الوقت إزاي أحافظ على اللي جاي اللي جاي ما بتبقيش عارفة لو حتبقى اللي جاي ده الدور اللي جاي ده حيبقى مكتوب بنفس حلاوة الحاجات دي ولا حاجات الجراند أوتال أو أو ما بتبقيش عارفة الظروف هتبقى عاملة إزاي ربنا كاتب لك إيه ولكن إني أذاكر اللي جاي وإزاي أبقى مختلفة إزاي أدور على الاختلاف هو ده اللي بيبقى صعب هو ده الصعب بس كنت مستمتعة دايماً ببقى مستمتعة لأنه بتعلم دلوقتي أنا فاكرة أنا جت لك وإنتوا بتصوروا جراند أوتال في الستوديو في صورة كبيرة كده معايكي ومع تايسون ومع داود أحمد داود وتامر حبيب طبعاً دا 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 الجراند أوتال طبعاً كانت علامة يعني وبيتقل مش كلامي إنه في شخصيات وفي مسلسلات اتعملت من أسامة أنور عكاشة طبعاً حفرت زي رقفة الهجنة ليلة الحلمية الشهد والدموع الشهد والدموع كلها في تاريخ الدراما أيها في تاريخ الدراما النهاردة اتحط الجراند أوتال طبعاً أكيد سعيدة وكلنا بنكون سعدة علشان كلنا خرجنا من تحت عباية الجراند أوتال كلنا لينا أدوار أكثر ثقل دا حقيقة